وجهت البعثات الدائمة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة النروج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية بتاريخ 12 مايو الجاري والذي تسبب في إلحاق أضرار بالغة بأربع ناقلات نفط منهم ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النروج وأخرى تحمل علم دولة الإمارات وشددت سعادت لنا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة العمل معنا من أجل تخفيف التوترات وأضافة أن دولة الإمارات تتعاون مع كل من المملكة العربية السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق في هذه الهجمات كما تنوي الدول الثلاث اختار المنظمة البحرية الدولية رسميا بشأن هذه الهجمات والتهديد الذي تشكله على الشحن البحرية الدولية